وإستقبال 2020 نشوف مع بعض كمان لقطات من شرم الشيخ زي ما قلنا النهاردة هنحاول بقدر الإمكان ناخد حضراتكم في أماكن كثيرة هذه طبعا كليو باترا والسعدادات وطبعا العام الجديد والاحتفالات وطبعا الأنوار الجميلة وبعد شوية تكون الاحتفالات كمان في كل مكان داخل شرم الشيخ وحفلات النهاردة كله صهرات حتى الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كله بيستعد ويحتفل طبعا الفنادق كاملة العدد عايزة أقول لحضراتكم جميع الفنادق في مصر كلها في كل حتة ما شاء الله كاملة العدد جميع الحفلات كاملة العدد النجوم اللي موجودين في مصر النهاردة من أكتر السنوات العدد النجوم موجودين في كل حتة وأشقاءنا ونجوم من العالم العربي كمان اللي موجودين عندنا احتفالات والمهاردة بقول لكم كليو بطرة زي ما حاكم شايفين كده منتاجة على كليو بطرة في شرم الشيخ زي ما شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة تفرح زي ما احنا شايفين كده هي دي مصر بعايز يشوف يشوف مصر ويتفرج وريني مين تاني وريني مين تاني شيخ زايد يا شيخ زايد وشيخ زايد وأهل الشيخ زايد مساء الخير عليكم يا أهل الشيخ زايد الآن يبقى احنا بنجيبك من شرم الشيخ شيخ زايد التحرير الشيخ زايد هنروح فين بعد كده بقول لكم بنحاول نورع حضراتكم كمان الناس موجودة فين النهاردة خرجات بالمناسبة انت كنت النهاردة محتاج ولا 200-300 يعني كاميرا تتلف وانحق مصر عشان تنقل من كل حتة ولكن بنحاول اللي موجود احنا هنا بنتكلم على منطقة واحدة في الشيخ زايد شارع واحد والشباب وشباب مصر الجمال اللي موجودين فيها الشوارع والأسر المصرية الجميلة والأطفاء كل الناس اللي موجودة النهاردة الاحتفالات والشباب والناس اللي موجودة يعني على الهواء مباشرة اطفالنا كمان اهو مع أسرهم والأسر خارجة الناس خارجة يا جماعة او الله يعني اهو انا بوريكوا على الهواء الناس رايح احتفالات اهو لبس بيقول الكلام ماشاء الله كله رايح يصهر قضي النهاردة ليلة جميلة بلد جميلة مهما تتكلم عن مصر مهما تقول مهما تروح ولا تيجي مفيش أجمل من بلدي ولا أحلى ولا أغلى من مصر أغلى بمعنى ان احنا بلد غلي علينا يعني غلي علينا وهتستحق هذا كل شعبها الجميل كل التحية ليك وكل الناس اللي موجودين بيتابعونا وكل الناس اللي موجودين حتى في الشوارع